السلام عليكم حبيباتي السلام يا زيناتي الغاليات مرحبا بكم معايا في كويزين ساميرا ديزاد مرحبا بكم معايا في هادلا فيديو جديدة لانشاء الله تلقاكم بخير وتلقاكم بهنيين فيديو تعلن نهار اليوم جد متنوع لبنات عدنا العديد من الافكار اللي نحتاجوها في شهر رمضان الكريم بقوا معايا في المتابعة ما تنسونيش بركب جام ما تنسونيش بكمانتاغ حبيبات قلبي وما ننسوش اهم حاجة نصلوا ونسلموا مع بعض الحبيب المصطفى عليه افضل صلاة واسكا السلام كي مشتو في بداية الافيديو رايح نشارك معكم طاولة غدا ولا طاولة افضار رمضانية صحية يمكن تحتاجوها في شهر رمضان يمكن جيكم عرضة اشخاص ميحملوش القليان اشخاص كبار في السن ولا اكو رايح نتفرحوهم بهاد الطاولة هادي اول حاجة كي مشتو معايا كندوز انت الحريرة ديالي وغلقت عليها سبقت فيها هي اللولة هاكدا باش نحيها كامل ملترق وليت حب طريقتي في تحضير الحريرة معليها برك تكتب في اليوتيوب حريرة كويزين ساميرا ديزاد ورح يخرجك الفيديو وطريقة التحضير من الالف الى الياء ومبعد هنا وليتش ديتلاف خيتوز ديالي اول حاجة سخنتها امليح مليح ومبعد درت الفلفل يتشوا بلا مدرت لو حتى قطرة الزيت وكي مشتو البنات يعني لي حوالي هاكداك 4 ساعة هاداك الفلفل خرج مشوي يبان كأني قليتو في الزيت وهو ستقوني يعني والله مدرت لو حتى قطرة الزيت جاء ما شاء الله اذا كان استعملنا الزيت نقلي واخير هذا هو الدور تعلاف خيتوز اننا نستغنو كامل على الزيت ولا نستعملو كمية قليلة من هابر تمتم قشرتو مدرتو لا في باطا هاداك الفلفل بشي عرق ولا في صاشي لوالو كشتو لافا بيرتع سخانة اللي كانت خرج منو كي كنت نقى فيه ومبعدا اللي كانو اجني حاتع الداجاج يطيبو الداخل دوزن توم تاني نديرو التوابل اللي نحبوهم منديروش الزيت باسكو ديجا هما ميد دمين ونرميهم داخل لاف خيتوز وهي سخونة ونديرو لها برنامج تع الداجاج منجي ها واحد اخرى هنا دايمن كي تكون لاف خيتوز سخونة يعني نحاولو نستغلوها ونديرو فيها كامل على درباء الوصفات لانو لاف خيتوز كل ما تكون سخونة كل ما تسرع في طياب ديالها هنا ما ننسوش يعني اي حاجة نطيبوها داخل لاف خيتوز مرة على مرة نحركوها ها قليبش طيبنا من جميع الجوانب كنت في الغيسي بيون اللي بنات كنت درت البتنجال اللي قطعتو الى مربعات صغيرة درت عليها حوالي زوج ولا ثلاثة مغارف كبارتع زيت الزيتون ودوزنتو كامل المليح تم بودرة اعشاب عطرية العكري خلطو كامل المليح وخليتو بجيه هامليك هنا هادوك الاجنيح هاشوفو كيفاش طابو ما شاء الله والله يعني غيا نادغ واحد القرماشة واحد التحميرة داها بيا ايشهو هندر ترغيوها غابي دمون بارك اللي لاف خيتوز هاديك يعني تم تم تخرج حاجة ما تلسق فيها رميت هادا كلبات نجلب لما ندير هاديك لاغغي انا البنات بعد ما جربت يعني عدة وصفات فلاف خيتوز وخاصا بالنسبة لبتنجل هاكدا بهات طريقة ليجي هاير ما تديروش هاديك لاغغي والبتنجل لازم نديرولو شوية تعزيت وباش يكون صحي انا استعملت زيت الزيتون اهاوليك يعني حوالي اربع ساعة ثاني وهادوك المرباعات شوفو كيفاش تحمرو وطابو ما شاء الله هادوما البنات تقدروا ديرهم انصوستوما طيبوهم تقدروا ديرهم في قغاتا كيماني رايحا ندير انا اليوماء قغاتا ابقوا معايا راح تشوفو يعني واحد الافكار هتنفعكم بزاف لبنات تو جوغو لفخيتوز هي سخونة هنا ياخديت تقريبا كيلو تع بطاطا قطعتها هاكدا الى اصابع كنت خليتها تشمخ في الماء لحوالي نص ساعة وبعدها قطرتها مليح مليح نشفتها ودرت لها مغيرفة كبيرة تع زيت الزيتون وشوية ملح ورميتها داخل لفخيتوز درت لها البروغرام تع ليفخيت وهنا البنات هاني ندوزن معاكم لفخص تع البوراك ولا اون فخص راح تكون دوز اونا يعني نحن ندربوا عصفورين بحاجر واحد دونك هاد التدبيرات وهاد الافكار البنات راح ينقصوا علينا الجهد والتعب كبير في تحضير الوصفات خاصة في شهر رمضان الكريم في المقلاة كنت حطيت حواليزو جي حبات بصل رحيتون في الاشواغ مايكونوش مرحيين مليح مليح كيما وقلكم دايمن في الفخص البصل ما لازمش نرحي واحدة يتلق الماديالو دلتلو شوية تعال الحم مرحي ممكن تعوضوه بالجاج المرحي قليتهم كامل معا بعض زيتلو شوية معدنوس ومبعد كيما اشتو البنت نحيت شوية من هاد الحم المرحي احتف طبيه نحتاج في القغاتا والباقي ستلوز جي حبات بيت ولا انتم ما ديرو يعني على حسب ضيوف اللي عندكم ولا افراد العائلة نحطو هاداك البيض في اللول ما نحرك وش نغلق عليه غير نشوف بدي يش دروح تم نحرك هاداك البيض هاك دا بش يجيب عين خليت هاداك لفاق استبرد وفتحت هنا لكوكوت مينوت على هاداك الحريرة ولقيت ها طابط مكسيت كامل هادوك الخضر عاود شعلت النار عليها رميت لها حبت على الحر درت لها التوابل راس الحان وت كروية وخليت تعاود هاك دا هنا في نفس الوقت راني يد من ويد من نا ارجعت لها دي كلاف خيط شوف البطاطا راني فتحت عليها سأخذ لكم الوقت تقريبا عشرين دقيقة خاصة كي تكون نوعية البطاطا مليحة شوف هادو كلاف خيط كيف اشطاب والله تقول طاب في المقلة يعني طاب في الزيت وهما كي ماشتوا معايا البنات طاب في مغير فا وحد برك زيت الزيتون هامليك هنايا القرمشة كنت سمعو على المباشر الطراوة على الداخل والله من اروع ما يكم سيغطو كنت كل هاكدا سخونة مباشرة وشوف البنات معايا هادا كلاف خيتوز ديان يعني مام هادا المغير فتا الزيت اللي درناها لف شوفو البنات كيم اقوتكم القراتة اللي نحين نديروه هنا ناخدو مول اقراتة مهم يعني تكون حاجة لدخل داخل الف خيتوز في اللول حطيت قبل البطاطا المقلي تقدرو تديروها يعني مربعات ماشي هاكدا اصابع هنا كيم تحبو حطيت شوية من هادا الحم المرحي لنحيت تاني كشته معايا ومن الفوق نحط هادوك القطع تاع البتنجل هاكدا بهالطريقة نحطو كامل شوية شوية تحبو تديرو مبينتهم الجبن انا استغنيت عليه يعني ما نكتروش بزاف الاجبان خاصة يعني ذوك الاجبان مراهيش كيم يقولو بزاف صحية اهنا يا عندي شوية تاع جبن مبشور حطيت عليه يا وقت طبيعي ولا بهدك الفروماج دوريجي نخلطوهم هاكدا مليح مليح منسوش نديروهم رشة تاع الملح ورشة تاع فلفل لكحل اللي حبو لانواد موسكات تاني تقدرو تديروها نخلطوهم مليح مليح ونرميوهم على الوجه تاع القراتا ديانة يعني يعني يعطينا بنا وراح يخلي كل المكونات يعني تلسق مع بعض هالبعض بعد ما يطيب هاداك البيض من الفوق تاني درت هاد الجبن مربعات يلا كان عندكم جبن مبشور تقدرو تزيدو شوية والاخوات اللي يتبعو حمية تقدرو تستغنو كامل على الاجبا كسولها برك حباب بيض من الفوق ودخلوهم داخل لفخيتوز كل شرا هو طايب اللبنات رح ياخد لكم حوالي عشرين دقيقة والقغات رح يكون واجد هاوليك هنا كما كتشوفوا هاداك الجبن رحو داب واخدات حميرة ما شاء الله ووالا ذوك القغات رحو واجد تقدرو كما قد لكم في مول يكون حجم عائلي المهم يجيكم داخل القجر تعلا في خيتوز اخر حاجة اللبنات هو البوراك نشكل فيه هنا تاني تحبوا تديروا فرماج ممكن تزيدوا بالنسبة للبوراك كما قلت لكم الناس لي ما تحملش القليان ما تحملش كامل الزيت تقدروا ما تديروش كامل الزيت ولكن بعض الرشات كما يقولوا ان شاء الله ما مش راحين يضرون اهنا ينستفوهم ونحطوهم داخل لفخيتز وهاملك هنا تاني حتى البوراك يبان كشغل قليتو في الزيت يعني طاب ما شاء الله نزينو هاكدا بورتش تاع قارس وهو لك الشكل تاع الطاولة لاني رايح نشارك ها معاكم اليوم وهد الاطباق اللي كانت بعدة افكار يعني نقدر نحضر الطاولة كما شتوا معايا بافكار لتنقص علينا الجهد والتعب ومن حاجة واحدة نقدرو نخرجو بزاف حاجة شلادة هادي كتاع الفلفل كشتو هاداك الفلفل تاني تقدرو تديرو بي حميس تقدرو بي هاكدا شلادة تقدرو حتى تزيدو شوية تعطنهم الفوق الزيتون المهم يعني بالنسبة للتقديم يبقى لكم هادوك الاجنيحة اذا كان عندكم ضيوف ممكن تعودوهم بلي كويس ممكن تديرو نصف جاجة كاملة خاصة كتكون الفخيتوس كبيرة كما هادي اللي استعملتها اليوم واليفخيت هاملك هنا مع هاداك البتنجل كان بقالي شوية بتنجل درتوا مع هاديك الفخيت واخر حاجة لبنات هو البوراك اللي بهرتني النتيجة ديالو داخل هاد الفخيتوس لي جا ما شاء الله ما فيش بزاف الزيت مشي شارب الزيت والقرمش رحي هنا امامكم على المباشر جا كخوستيون جا من اروع ما يكون يعني والله كما يقول يعجز اللسان على التعبير كل شرا هو ظاهر هنا امامكم جا كخوستيون جا يشاهي يشاهي وشاهدكم في الصحة شاهدكم في الجناخياتي واخر ثاني مشي اخر حاجة عدنا دوك القغاة تاعنا هاو لك هنا تاني جا يشاهي كما قلت لكم ما اعطيت لكم افكار باش من حاجة وحدة نديروا بزاف حاجات ونبهروا الضيوف دينا ونبهروا العائلة دينا باقل جهد وباقل التكاليف هاو لك هنا القغاة تاني ايجي بنين ايجي ايشاهي مام اذا كندرتوا حاجة شوية على بكري وشتوها يعني الحريرة انا نحبها بزاف اولا غانية بالخضر تانيا يعني تم تم توجد نقطعوا كامل الخضر على ضربة نقلي ونمرقوا نميكسي والحريرة راح تكون واجدة نديروها شوية حشية شوية نعم الفوق وهدي هي الطاولة خيتي ان شاء الله تكون نالت اعجابكم هاد الافكار ونقلكم شاهدكم في الجنة في وقت قصير لامارك ماتريكس اللي راهي من مصدر الماني واحد لفخيتز راكوش تخيتي هادوك اللي فخيت كيفاش خرجو البوراك اللي كيم يقول قد ما نهضر عليه على التحمير تاعو ما نعطي لوش حقو خرجت هولي ما شاء الله راهي حجم عائلي 7.4 لتر لاب بيسانس تحا 1800 وات راهي مانيويل مراهيش ديجيتال هاد لفخيتز كنت شاركتها معاكم شفناها ديجيتال وبزف اخوات يحبوا هاد الموديل تاع المانيويل لانو يقول لك يعني الشاشة تاعو ما رايحة تفسد وراه ساهل بزف الاستعمال كيم مشتم الفوق عند هالبرامج دي وها وهنا الواجهة دي لها فيها هاد زوج قفلات وحدة تاع الوقت وحدة تاع درجة الحرارة اللي نتحكم فيهم احنا كيم نحب هامليك البرامج دي وها عندها تسعة برامج لبنات البيتزا الكعك افخاد الدجاج الدجاج السامك اللحوم الكعك المهم عندها بزف برامج بالاضافة الى برنامج تاع تسخين ولا كشو البرنامج الميكروند باش ندوبوا حاجة ولا نسخنوا حاجة ولا نحمروا دي سوندويتش ولا لقد جرتح البنات بزف كبير وكتشوفوا النوعية ديالو الله بارك ما شاء الله يعني راها مخدم بنوعية جيدة مانعة للالتساق سهلة بزف التنظيف ديالها سيخطو كيما تكونش فيها بزف ليدام كيما لي فخيت ولا مسح برك بابي وراها رايحة تشعل فضل الفخيتوز نحن نستغنوا على كمية كبيرة تاع زيوت خاصة في شهر رمضان الكريم ونستعملو ك القليان بزف ونحن نحافظ على صحتنا تاني هاد الفخيتوز وفرت هنال باج إلكتروم ناجي واسم دي زاد بالنسبة للسعر ديالها في الطلب إذا كنتو حبي تجوز رمضان إن شاء الله كم يقولو في ظروف صحية بإذن الله ودوك لبنات رايحة نشارك معكم كيكا يومية راح تكون معطرة بذوق تاع البرتوقل نشوفوا مع بعض هنا الوصفة نبدأ بسم الله في الغيسي بيون ديالي حطيت كاس تاع سكر حوالي 200 غرام هنا نبشر عليهم مبشور تحبة تشينا كبيرة في الحجم ناخدو فقط هذا ونبعد نديرو نفس التدبير اللي كنت شاركتها معاكم في البريوش نخلطو هذك سكر هكذا مليح مليح حتى هذك سكر ديالنا يتلون باللون الأصفر ويتعطر بالريحة تعتشينا كيما لابلكم القشرة هذي كتاع البرتوقل راه غنية بالزيوت الأساسية دونك للريحة تعتشينا كامل راح تكون في القشرة طريقة هذي هايلا ولا هذ تدبير هايلا سواء للبريوش هكذا ولا للكيكت وكن دلت معاهم تاني مغرفة صغيرة تعال ودوك نزيد عليهم زوج حبات بيض يكونوا في درجة حرارة الغرفة ونضربوا سكر مع البيض هكذا نضربوهم هنا مشي لازم حتى يتضاعف بزاف الحجم ديالهم المهم حتى نحس هذك السكر بديدو اهنا دائما مع التحريك المستمر نزيدو كاس إلا ربع تاز زيت نزيدو ها شوية بشوية وحنا رانا نحركو ونبعد نقصو كامل للسرعة تعال الباطور ديالنا نديروها في راقم واحد ونزيدو نصف كاس تحليب نزيدو تاني شوية بشوية ونبعد نزيدو علبة تعياء وغط طبيعي ولا تحبو تديرو عفوا بذوق تعال فاني المهم يعني تقدروا تستعملوا أي علبة تعياء وغط تكون عندكم في الدار إذا كان مشي متوفر اليوغط في مكان ما تديرو نصف كاس تحليب ديرو كاس إلا ربع تحليب بعد ما حطيت كامل هذا وغط خلط مليح زيت هنا ربع كاس تعاصر البرتقل تقريبا عاصر تعنص حبة ودكان نزيدو المواد الناشفة نحتاجو هنا في الوصفة هذه وعلى حسب هذه المقادير نحتاجو زوج كيسان تعفارينا نكيلو دايما بنفس الكاس الكاس يرفض ميتين غرام ويرفض ميتين وعشرين ميلي لتر من السوائل نزيدو باكي ونصف خامير الحلويات ونزيدو رشة تعل الملح ضروري جدا نغرب الفارين باش نهويوها ونغرب الخامير هكدا باش نتفادو هدو الحبيبات ونكملو هكدا نخلطو غرب الفوي اليدوي حتى تندمج كامل المكونات مع بعضها البعض هنا في الاخر نزيدو مغير فاتع خل اح تعطينا واحد القوام هش هايل لهذا الموسكوت وهذا اهنا يا دوكا ما بقالي برك نقسمو الخليط دينا نحطو كمية منه تقريبا يعني ماشي نص الكمية اقل من نص الكمية نخلو الخليط الابيض هو لي بزاف ونزيدو على الخليط الاخر نزيدو عليه زوج مغارف كبار تع بودرة الكاكاو اللي يحتى هو لازم نغرب له لانه دايما يجو في هادوك الحوبيبات ونخلطو هنا لازم نزيدو شوية حليب ولا شوية من عصير البرتوقل ونخلطو هاكدا بالفوي اليداوي لازم الخالط هذا اللي راه بالذوق تاع الشوكولة الخالط هذا البني لازم يكون عندو نفس القوام بتاع الخالط الابيض نجيبو مول تاع الكايك ولا تاع موس كوتشو ندهنو بالزيت ولا بشوية تاع زبدة ونرشو كامل بالفارينة لننفضو المول ديالنا ونتخلصو من الكمية تاع الفارينة الزائدة ونبعدا نفرغو نص الكمية تاع الخالط الابيض فوق مباشرة نفرغو تاني نص الكمية بتاع الخالط هذا البني نزيدو نكملو باقي الكمية بالخالط الابيض نتابعوهم هكدا بالبنات بهات الطريقة هادي نحطو كامل الكمية ونكملو كامل في الاخر بالخالط البني نزيدوهم الفوق ونبعد نجيبو البنات امبيك ولا عود تعشيوة ونديرو هكدا حركات دائرية بطريقة عشوائية ولكن ما نكتروش بزاف اذا كان قسنا المول دينا نقي وهن نطفو هكدا وندخلو الكيكا دينا للفرن على درجة حرارة 165 الى 170 درجة مئوية نخلوها الطيب مقبل ما نشوفوا الشكل ديالها النهائي ومقبل ما نخرجها من الفرن حبيت هنا نشارك معكم دائما في اطار تحضيرات لشهر رمضان الكريم رح نشارك معكم هاد الاسدال تاع الصالة اللي تحصلت عليه من عند لاباج انستغرام اي فيسبوك بصمة حرير اللي تعاملت معها يعني ونتشرف نتعامل معها في كل مرة لانه تعجبني خياطها خياطها الله يبارك متقونا وكل حاجة تحبط شوفوا البنت هاد المجموعة وش فيها اول حاجة عدنا هاد الصبحة اللي راهي ديق غادي باللون الرمادي وكامل يعني بالطبع حاجة الله يبارك ما شاء الله المصحف الكريم حتى هو تاني بهاد الحلة هادي بهاد الغلاف توجه في اللون الرمادي لي اعطالوا يعني شكل بزاف شباب وخرج يعني هايل مع هاد الريشة هادي اللي مكتوب عليها بسم الله الرحمن الراحي هادي نستعملوها باش نقرأ والداخل يعني نتبعو بيها وتاني نحطوها وفي الصفحة اللي حبسنا فيها تاني راكو تشوفيها شحلة راقية والشكل تحها أنيق والشكل تحها بزاف شباب صراحة اني عجبتني هاد الريشة هادي ومع هاد وما تاني درت لي هادا كشو شو باش نحكم بيها شعري راه من نفس القماش تاع اللبس تاع الصالات وعدنا تاني الظربية اللي تطيل عقل اللي بنا تتهبل تهبل صدقوني تشوفوها قدمكم حاجة واحدة اخرى شوفو كامل جي سامبل مطروزة عندها هاديك شويشة بالضغي حاجة أنيقة بزاف قماشها تاني ما شاء الله بزاف شباب شويشة فيها في دو كوتي كامل بلا بغودغي راه يجي تقدر تكتب لكم اي اسم تحبوه راح يكون هاداك الاسم تاني مطروز دو كان ولو اللي بس تعصالات هاولي كهنا لبنات قماشو روعة 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 ما تصوروش حالي عجبني القماش ديالو دايور يمكنكو تشوفو كاين حجابة ميتباعو بهاد القماش وعجبني تاني اللون تاعو اللي راهو دايما في الرمادي بش ميتماشا كامل مع الزربية تعصالات مع المصحف مع المجموعة كامل يجي مع هالخيم رتاعو شوفو عندوجيها كامل راهي مخدومة مع هادي كلاد دونتل اللي باللون الابيض دعطت له يعني اناقة بزاف ولي المليح في هاد القماش خياتي كيما قلت لكم عجبني بزاف بزاف لانه ميت كرفص الغسلي واللبسي اه وتاني كيما يقول مش هادك القماش رقيق ولا نشارك معكم ادق التفاصيل هاكدا باش كنتو ما تاني تطلبوا حاجة لبنات كشغل تطلبوها بكل ثقة ما تقول وش خياطة عيانة ولا شوف واني صورت لكم كيما قلت لكم ادق التفاصيل مخيط ما شاء الله خياطة متحوف الله يبارك ما شاء الله وكتشوف هنا هاد الحجب هاد ولا اللباس تعصالات عندو تاني حتى هادي كلا دونتال فوق هنا تاني اعطت له الشكل بزاف شباب هاد اسدال تعصالات يجي طويل يعني ما تحتاجيش انك تلبس تقشرة خاصة يعني في فصل الصيف دونكتر ميهبرك هاكدا تدير الخيمر تاعك وتصلي آلاز شوف وش حال طويل الله يبارك كيما قد قماشو يهبل ما شاء الله يعني تقدروا الى كم تنقصوا الفطول تقدروا حتى تصلوا به التراويح في شهر رمضان الكريم لانو قماشو مش يدك القماش الرهي فرقيق يعني راها فطفات او ميبين ش كيم يقول تفاصيل تاع الجسم اللي يدين شتو معايا بزاف شابين بهذيك الادونتال وهذا لاستيك ليمحكم يعني ما وش رايح كامل ايبوجي وهولي كلوشال ديالو للخيم رتاعو تاني حاجة بزاف شابة راني خليت لكم البنات في صندوق الوصف روابط صفحات بصمة حرير ولا كنتوا حبي انتم تطلبوا هاد المجموعة ولا حبي تديروها هادية راني نخلي لكم البنات رقم الهاتف راوي جوز امامكم راح تكون هادية معتبرة خاصة البنات اللي راهم مقبلين على الزواج يحب ويدو هادية شابة لعجائزهم يعني صدقيني راك رايح تحمري وجهة كبيرة نولو البنات للكيكا اديان هاي لك هنا بعد ما طابت راني خرجت ها من الفرن نخلي وها شوية تريح تخرج لها شوية هادي كسخانة كبيرة ومبعد نقلب وها هاكدا وشوفوا يعني كيف شجت ما شاء الله درناها اقتصادية بزوج حبات بيضبرك وتجيب يعني لبس بها في الحجم تجيب زف هايلة عندها طراوة وهاشاشة ما شاء الله يعني خاصة كدرنا لها هادي كمغير فات على الخل احتعطيها طراوة بزاف هايلة بالنسبة لتزين من الفوق يبقى اختياري تقدرو هاكدا دير لها شوية شوكولة من الفوق ولا تدير لها هاكدا تمسكوها بشوية تعال كونفيتور ولا شوية تعال جولي ولا ممكن دردرو عليها شوية تعال سكر غلاس وممكن من دير و لقل ناكلوها غير هاكدا كبارك رايحة تجيب بنينة وتجيب معطرة بالريحة تعشينة خاصة مع هاكدا تدبير لمدتها لكم وانا يا زينتها هاكدا بهاد الطريقة هادي دلت لها رشة تعالوز يعني هذا وش كان عندي في الدار وضو كاف الاخر خيتي ما بقى لي بارك نقسم ها لكم باش شوفوا كيف شجت رايح تجيب معطرة دوق تعشينة دوق تعشوكولة وراي رايحة تجيخفيفة يعني هادا وش ولم مع قهوة حليب اللعشية ولا للصبح جربوها لبنات واذا كان جربتوها ما تنسوش تشاركوني تطبيقاتكم على صفحتي على الانستغرام اغوباسك ويزين ساميرا ديزاد جربوها وراكوا رايحين تستمتعوا بالبنة بالريحة لما نحكي لكم شعلا الريحة تلكيكة هادك تكون الطيب وصلنا لنهاية على فيديو تعال نهار اليوم ان شاء الله تكون نالت اعجابكم حبيبة قلبي ما بقى لي برك في الاخر نقول لكم مات هلا في صحتكم احبكم في الله في امان الله سلام